إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم يبدتين قلنهم ثلاثة قوم أقل من أربعة أشهر قوم ليس هناك عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قوم بينهم وبين النبي عهد أكثر من أربعة أشهر قل أتموا إليهم عهدهم بس بشرط ألا ينقصوهم العهد لا ينقضوا العهدهم وأن لا يتعابنوا مع أحد ضدكم لأن قريشا بينهم وبين النبي عهد وكانت مدته أكثر من أربعة أشهر عشر سنوات لكنهم نقضوا العهد وقتلوا بني خزاعة وعانوا بني بكر فهم نقضوا هذا العهد فلما نقضوا العهد حلت دماؤهم وانقضى العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أرسل كما قلنا أبا بكر الصديق لا يحج بعد العام مشرك ولا يطف بالبيت عريان فنزلت عليه هذه الآيات من سورة براءة فأرسل علي خلف أبا بكر الصديق قالوا لأنه كان من عادة العرب أنه إذا كان أقام أحد عهداً أنه لا ينقضه إلا رجل إلا هو أو رجل من أهل بيته فإذلك أرسل علي رضي الله عنه بنقض هذه العهود فتبع علي أبا بكر الصديق فلما لقيه في الطريق قال له أبا بكر أمير أو مأمور يعني أرسلك أميراً على الحج أو تابعاً لي قال بل مأمور فأنا تابع لك ولكن أرسلني النبي صلى الله بنقض العهود هذه فقال سر معنا يقول أبو هريرة فكنت أنا وعلي وغيرنا ننادي في الناس بالحج أنه من كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فعهده إلى أربعتي أشهر ولا يطوف في البيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك إذن كم قضية صارت سلاف قضايا ثلاث قضايا القضية الأولى نبذ العهود من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فإلى مدته من كان له عهد أقل من أربعة أشهر فله أربعة أشهر من لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهر وقد جاء أن صفوان بن أومية طلب من النبي صلى الله أن يزيده طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده يعني زيادة من أربعة أشهر فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأبا هريرة وعليا وغيرهم بهذه الأمور الثلاثة الآن نقض العهود وهذه يبلغها علي رضي الله عنه ثم لا يطوف بالبيت عريان وهذه يبلغها الجميع ثم لا يحج بعد العام مشرك وهذه يبلغها الجميع ترجمة نانسي قنقر